الأخت أحلام من الأردن تقول بأن والدتها من القواعد يا شيخ وتصوم الاثنين والخميس وتصوم أيام البيض تقول يعني تذكر بأن والدها متقلب المزاج تقول أحيانا يوافق وأحيانا لا يوافق على صيام زوجته لا يأذن لها وتقول هي لم تقصر معه فيما لو صامت دون إذنه خلها ذلك أما الصيام الواجب فلا إذن فيه نعم وأما الصيام المستحب فإذا كان الزوج شاهدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح هذه بهريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه نعم فإذا منعها فلتم تنع وأقول لها إن لك أجر ما منعك منه من الصيام وأنت مفطرة وهذا فضل الله وعطاؤه وبره وإحسانه فالمؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله فإذا منعك زوجك من صيام تطوع حتى ولو لم يكن تم تداعي إنما بعض الناس قد يستعمل هذا الحق على وجه الاعتساف فنقول أنت مجورة لما قمت به من طاعته في حقه وهو يا شيخ خليئة أما هو فأنا أقول يا أخي يعني ليتقل إذا كان لا حاجة له فيها ولم تقصر ولم تقصر في حقه فلا ينبغي أن يمنعها خيرا هي نوته وأرادته صلى الله عليه وسلم أحسن الله وإحسن الله وإحسن الله وإحسن الله